إلى التفاصيل مجددا أهلا بكم قال مدير عام التجارة في وزارة التجارة وصناعة في حكومة إقليم كردستان بأن الوزارة ستستأنف استلام القمح من المزارعين اعتبارا من يوم الثلاثة نوزاد شيخ كامل قال أن استلام السيلوهات محصول القمح من المزارعين في مختلف مناطق إقليم كردستان قد بدأ منذ عشرة أيام وقد تم استلام 116 ألف طن حتى الآن موضحا أن الاستلام توقف ليومين بسبب عطلة عيد الأضحى وأن عملية الاستلام من المزارعين ستستأنف اعتبارا من يوم الثلاثة الثامن عشر من حزيران وأضاف أن مدة استلام محصول القمح من المزارعين تمتد حتى العشرين من تموز المقبل وإذا لم يتم استلام الكمية المطلوبة خلال هذه الفترة فسنحاول امتديد المهلة إلى أجل آخر